الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية بتدهور مستمر وهذا ما أظهره تقرير صدر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حيث بلغت نسبة البطالة 27 فارز 4% وهي الأعلى في العالم بالإضافة إلى أن نصف الشباب دون سن الثلاثين بلا عمل أرقام أعزاها مختصونة لأسباب عدة الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية والقيود الإسرائيلية المفروضة حدت من نمو الاقتصاد ومن نمو الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الانخسام الفلسطيني الفلسطيني وتعطل التوزيف في القطاع العام أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وأمام الواقع المعاش أضحى تفكير معظم الشباب بالسفر أو الهجرة بحثا عن فرصة للعمل أحمد أحد هؤلاء تخرج من كلية الهندسة منذ ستة أعوام وطوال هذه المدة لم يجد فرصة واحدة للعمل هاي أوراقي جاهزة للسفر وتأشيرات وإقامات وبنحاول نهاجر طبعا وبنحاول نطلع على أي مكان يقدرنا ويعطينا عمل ويعطينا فرص عمل هنخسر اجتماعياتنا بس هنكسب حياتنا وهنكسب صحتنا لأنه احنا أصلا في القاعدة راح تبركتنا من الجسد الجسد خسر البركة من البطالة مش بس قصة كمان مديات وفلوس وواوة حتى الموضوع البطالة مأثر على صحتنا ويعتمد نصف سكان غزة بحسب إحصاءات على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الإغاثية والأممية والتي حذا بها الوضع مرارا وتكرارا إلى التحذير من أن القطاع لن يكون صالحا للعيش الأدمي بحلول عام 2020 تأكيد للمؤكد هذا ما حمله تقرير الأمم المتحدة حول صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية وإن لم تزل المسببات فالأرقام التي وردت مرشحة للزيادة محمد بعلوشة الإخبارية قطع غزة